بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيارة وزير خارجية العراق الى تركيا هل دخلت علاقات انقرة وبغداد مرحلة جديدة من التحالفات ما الذي يحدث ومن الذي تستهدفه هذه العلاقات الجديدة للتفاصيل كنوا معنا حتى النهاية حل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يوم الاربعاء الماضي ضيفا على تركيا برفقة وفد يضم شخصيات رفيعة بينهم رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض لعقد الاجتماع الاول لمجموعة التخطيط التركية العراقية المشتركة برئاسة مشتركة بين الوزير العراقي ونظيره التركي هاكان في دان ويشارك من الجانب التركي وزير الدفاع الوطني شار جولر ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية ابراهيم كلين اضافة الى مونير كارا اغلو نائب وزير الداخلية وهو ما يعكس حجم الاهتمام بهذه الزيارة وسط تطلعات ايجابية لما ستتمخض عنه واشار بيان الخارجية التركية الى انه من المتوقع ايضا ان يُعقد معها الاجتماع الرابع للالية الامنية رفيعة المستوى بين انقرة وبغداد فثمت ملفات كثيرة تجمع البلدين المتجاورين على اصعد مختلفة سياسية وامنية واقتصادية العراق وبككي وتعد مجموعة التخطيط المشتركة التركية العراقية احدى ثمار اتفاقية الاطار الاستراتيجي للتعاون المشترك بين بغداد وانقرة التي تم الاتفاق عليها ووقعها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خلال زيارته للعراق في 22 ابريل نيسان الماضي بحسب تقرير للجزيرة نت واستبقت بغداد هذه الزيارة بالتضييق على نشاطات حزب العمال الكردستاني الذي يصنفه البلدان على انه حزب ارهابي وفي خطوة هي الاولى من نوعها قرر القضاء العراقي حل ثلاث احزاب سياسية واغلاق مقراتها وهي حزب الحرية والديمقراطية الازيدية وحزب جبهة النضال الازيدي وحزب حرية مجتمع كردستان بتهمة صلاتها بحزب العمال وعلقت الهيئة القضائية للانتخابات في مجلس القضاء الاعلى العراقي بان القرار اتخذ بناء على طلب من دائرة الاحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي بررتها استنادا الى شكوى مستشارية الامن القومي حول ارتباط هذه الاحزاب بحزب العمال الكردستاني المحظور مما يشكل خطرا على الامن القومي العراقي علاقات متشابكة وتشتبك العلاقات الامنية التركية العراقية على مساحات واسعة وحدود متشعبة خصوصا اذا اضفنا لها الحدود مع سوريا التي تمتد على طول مية وخمسين كيلو مترا وتتركز في شكلها الجديد مع نشاطات حزب العمال الكردستاني وقواعده في الداخل العراقي وعملياته العسكرية على الحدود وفي الداخل التركي فقد تمكن حزب العمال الكردستاني بفضل العلاقات الايدولوجية والتنظيمية من بناء تحالفات مع التشكيلات المحلية مثل وحدات حماية الشعب في سوريا ووحدات مقاومة سنجار في العراق وتمكن عبرها من فرض نفوذه هناك وتجاوزت نشاطات حزب العمال الجانب العسكري والامني اذ تمكن من خلق نظام اقتصادي يعتمد على نشاطات جانبي الحدود من خلال معابر حدودية جديدة تساعد على نقل الافراد وتهريب البضائع بين شمال شرق سوريا واقليم كردستان العراق على شكل مثلث حدودي عدى ذلك فان قوات الحزب تتمركز بشكل منظم شبه رسمي في قضاء سنجار غربي مدينة الموصل بالتحالف مع المكونات الازيدية وفصائل شيعية مسلحة رغم الضغوط التركية ومحاولات الحكومة العراقية لاخراجه من القضاء لكن نفوذ حزب العمال الكردستاني لا يصطدم بالموقف التركي وقوات الامن العراقية فحسب بل يصطدم بنفوذ الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود البرزاني الذي يسجل حضورا مهما من خلال البشمرق الكردية والاحزاب الكردية وحتى العربية الحليفة معها وصحيح ان القصف التركي الجوي والشريط الامني العازل في محافظة دهوك وشبكة الطرق والممرات نجح جزئيا بعزل خلايا حزب العمال الكردستاني بل وحتى توجيه ضربات مؤثرة لوحدات حزب العمال الكردستاني وقياداته في محافظة السليمانية البعيدة نسبيا عن الحدود عبر المسيارات التركية لكن الحزب نجح كثيرا بالتعافي في السنوات الماضية اذ قام العمال الكردستاني بفض التحالفات الامنية والعسكرية مع حزب الاتحاد الوطني في السليمانية الذي يقوده بافل الطلباني ونجح بتنسيق عسكري مع فصائل شيعية تتمركز في سنجار وجنوب الموصل ومن هنا يمكن الاشارة الى اهمية وجود فالح الفياض رئيس هيئة الحشد ضمن الوفد العراقي وفي واحد يوليو تموز الماضي اعتقلت قوات الامن العراقية ثلاث اشخاص على صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور يشتبه في تخطيطهم لشن هجمات في انحاء البلاد بما في ذلك خطأ نبيب رئيسي لتصدير النفط في الشمال واشعال حرائق وفي الشهر ذاته اتهمت سلطات اقليم كردستان حزب العمال بمحاولة اغتيال مسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني بتفجير سيارته في منطقة كلار بمحافظة السليمانية وعاقب ذلك قررت الحكومة العراقية رسميا في 23 يوليو تموز تصنيف الحزب منظمة محظورة وفكر طباط اي عناصر متورطة بالانتماء لحزب العمال ومنعها من مزاولة الوظائف الحكومية في البلاد مما يفسر الجهود المنظمة بين بغداد واربيل وذرائعها في التضييق على نشاطات الحزب المياه وتصدير النفط ولا تتوقف العلاقات التركية العراقية على الملف الامني فثمت مطالب عراقية تتلخص اهمها بالحصول على حصة عادلة من المياه في ظل الشح الذي تعاني منه البلاد بجانب مطالب فتح انبوب تصدير النفط عبر ميناء جهان التركي المغلق منذ 25 مارس اذار 2023 وتبدو قضية زيادة الاطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات اكثر الحاحا في الوقت الراهن في ظل موسم الصيف وما يحمله من احتمالية جفاف كثير من الانهار واثره السيء على المساحات الزراعية والثروة الحيوانية وكانت بغداد قد وقعت اتفاقية لادارة الموارد المائية مع انقرة في 25 ابريل نيسان 2024 تمتد لعشرة اعوام قابلة للزيادة من بين 24 اتفاقية خلال زيارة الرئيس التركي الى بغداد وتتضمن الاتفاقية مشاريع مشتركة لتحسين ادارة المياه في حوضي دجلة والفرات ودعو الشركات التركية للتعاون في البناء التحتية لمشاريع الري وتبادل الخبرات واستخدام انظمة وتقنيات الري الحديثة والمغلقة بهدف مساعدة العراق بآليات تقليل هدر المياه لكن الاتفاقية ورغم الترحيب الرسمي بها اثارت غضب خبراء المياه لعدم حسمها الخلاف حول تصنيف محلية ام دولية نهري دجلة والفرات وعدم الوضوح في تحديد كميات المياه التي سيتم اطلاقها الى العراق حيث تعتبر انقرة نهري دجلة والفرات نهرين محليين تركيين وليس دوليين وعلى المصارداته تطالب بغداد انقرة بفتح انبوب جهان على البحر المتوسط واستئناف ضخ التدفقات النفطية التي اوقفتها تركيا والتي كانت تبلغ ربو 150 الف برميل يوميا بسبب حكم اصدرته غرفة التجارة الدولية وامرت بموجبه تركيا بدفع تعويضات للعراق تصل الى نحو 1.5 مليار دولار عن الصادرات من اقليم كردستان العراق في الختام متابعين العزاء استعرضنا معكم الزيارات الاخيرة بين وزير خارجية العراق الى تركيا وكذلك ايضا الزيارات التي سبقت من الرئيس اردوغان ووزير خارجية تركيا وهل دخلت علاقات انقرة وبغداد مرحلة جديدة من التحالفات ارجو ان تكون الصورة قد وضحت كما ارجو ان تتركوا اراءكم وتعليقاتكم اسفل هذا الفيديو ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة